وللمزيد من المتابعة مشاهدين ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر أستاذ العزب بعد التحيل عليك تبعت معنا الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان مصر تؤكد عبر الأفعال والمواقف أنها الشقيق والسند لأشقائها العرب والأفارقة وها هي تصديف اليوم مؤتمر قمة دول جوار السودان كيف ترى أستاذ العزب تحرك المصري من حيث التعامل مع الوضع الحالي في السودان وأيضا مستوى التمثيل رفيع المستوى بالتأكيد دعوة مصر لعقد هذه القمة في العاصمة القاهرة تجسد حقيقة جوستراتيجية إن صح التعبير تتمثل في أن أمن السودان هو جلس من الأمن القومي المصري وأن استقرار السودان هو استقرار لمصر ومن ثم تحركت مصر ليس عبر هذه القمة ولكن منذ اندلاع هذه الحرب العبثية تحركت باتجاه دعوة الأطراف المتصارعة إلى وقح هذا الصراع الذي لا قيمة الذي لا جد منه لأنه يؤثر بالسلب على مقدارات الشعب السوداني ويؤثر أيضا بالسلب على دول الجوار وعندما تصريف القاهرة هذه القمة برئاسة تحسيسي وحضور رؤساء ودول ورؤساء حكومات في هذه القمة عبر تمسيل رفيع المستوى فيها يعكس المحيازة الأفريقي لتوضعات القاهرة بحكم ما تمثله من أولا أنها على مسافة واحدة من طرفية أزمة ما يهم هو المحافظة على استقرار السودان وأمنه والمحافظة على مقدارات الشعب بل والمحافظة على شعب نفسه ومن ثم تسارعة أو تجاوبة هذه الدول مع دعوة القاهرة لعقد هذه القمة وجاء القادة وشاركوا وألقوا كلمات مهمة وأستطيع أن أقول أن ما جاء في الجاسة الصحية يعبر عن توجه حقيقي دول الجوار لمحاولة بلورة رؤى موحدة تتجاوز الأبعاد الإنسانية فقط وهي مهمة رغم أنها إلى الوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام ثم انخراط في عملية سياسية شاملة جامعة وفق تعبير رسال فالتحسيس في كلماته المهمة التي تضمنت أمام القمة محاور ومحددات التحرك المصري أيضا تضمنت الرؤية المصرية للتعامل مع البعاد الإنسانية والجاهد المصري في التعامل مع هذا البعاد الإنساني والذي بدأ منذ الأيام الأولى عندما صدافت حتى الآن ألاف أو عشرات الأنوف من اللاجئين نضمه كما قال الرئيس الفتاح سيسي إلى خمسة مليون مواطن سوداني في القاهرة وبالتالي الأمور إذا وضعنا إذا أردنا أن نضع أستاذ العزب أستاذ العزب إذا سمحت لي إذا أردنا أن نضع الأولويات المصرية وإذا انصح التعبير الرشدة المصرية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي اليوم في سبيل حل هذه الأزمة السودانية نحن نتحدث عن المساعدات نتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار نتحدث عن حوار وطني ترتيب هذه الأولويات في وجهة نظرك الرئيس الفتاح سيسي فيه كلمات وضع المحادثات الأساسية لرؤية مصر لإنهاء هذه الحرب العباسية يعني بوضوح تكلم عن أهمية والإسراع بوقف التصعيد والتواصل إلى وقف إطلاق شامل ومستدام وهذه عملية مهمة لن يحدث تحول في السودان إلا بوقف إطلاق النار رأينا على مدى الأشر الثلاثة منذ اندلاع هذه الحرب العباسية الكثير من الهدن التي أعلنت ثم أكثر عنها كان يتم تجاوزها بمشاركة أطراف إقليمية ودولية ولكن الطرفين المتصرعين في السودان لم يتجاوزوا بشكل حقيقي مع هذه المبادرات يعني سرعان ما تقوم البنادق والطائرات والمدرعات وغيرها بديرا عن الهدن التي كانوا هدفها كانت تختارك توفير ممارات أمنة لدخال المشاركة الإنسانية الآن نحن في حاجة كما تطالب رؤية المصرية يعني نعم ريسا في التحديسي هو البدء بوقف التصعيد لهذا التصعيد الأمن الخطير ووقف هذه الحرب العباسية بكل أشكال وتجناتها التي وصلت إلى حد تجميل البنية التحدية في الخرطوم ولم تعد هناك المستشفيات قادرة على العمل والموظفون غير قادرين على أن يتلقوا مرتباتهم وبالتالي هناك أزمة حقية هذا البعد الأول البعد الثاني يتمثل في الوجوب المحافظة على مؤسسات دولة وطنية التي تعد العمود الفقري لحماية الدولة السودانية من خطر أن يأرض والهم هذه المؤسسات هو الجيش الوطني السوداني لا يجب أن يتم العبس بهذا الجيش من قبل الميليشيا أو من قبل هذا الطرف أو ذاك لأنه من دون هذا الجيش فتنهار الدولة السودانية وسوف نتعرض أو تتعرض سودان إلى الوسود إما هذه الدولة فشلة كما حدث في دول أخرى في المنطقة وهي معزماتها مزاعة مستمرة حتى الآن البعد الثالث في مسألة التثور المصري هو دعوة دعوة الأطراف السودانية إلى عوار جامع بمشاركة مختلف القوى السودانية سواء مدنية أو عسكرية بهدف التواصل إلى بلورة رؤية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السودانية التي حددها في ثورته المجيدة وهذا التعبير للإسعاف التحسيسي في كلمته التي طلقت في 2019 التي تتسعي إلى تحقيق الحرية والعدالة والسلام والأمن في هذه الدولة العامرة بالمقومات والمقومات البشرية والطبيعية والثروات لكنها غير قادرة على توظيفها نعم ضيفي الكريم نعم هناك مبدأ واضح يعني لا يدع مجالا للشك وموقف مصري ثابت حيال هذه الأزمة كما هو الحال تجاه كل الأزمات في المنطقة والعالم أجمع وهو مبدأ الحياد الذي تصر مصر على الإفساح عنه دوما منذ بداية الأزمة الحياد ما بين الأطراف أطراف الأزمة في نفس الوقت هناك انحياز لمصلحة الدولة السودانية والشعب السوداني في رأيك كيف يمكن البناء على هذا الموقف في حل هذه الأزمة يعني في تقديري هذا الموقف المسلم تمثل في الوقوف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمة في السودان وما كان يجري مع الأزمة في ليبيا وعلى الأزمة في سوريا ومع غيرها ولكن في السودان الوضع أكثر أهمية بنفس المصر بحكم كما ذكرت التقارب الجغرافي والسياسي والتاريخي والتداخل الشعبي بين شعبي البلدين وأمور كثيرة يعني يعرفها الجميع ودارسوا العلوم السياسية والجغرافي والتاريخ ومن ثم وقوف مصر على مسافة واحدة من هذا هو ما يجعل الشعب السوداني أو السودانيين أكثر فهما وإدراكا وتفاعلا مع متطلبات المبادرة المصرية وربما سيكون ذلك والعنصر الساعة لأن يتم انخلط الأطراف السودانية في هذه المبادرة المبادرة المصرية التي تستهدف إلى جمع كل هذه الأطراف في حوار شامل يقود إلى عملية سياسية شاملة كما ذكرت لبث الطلاعات الشعب السوداني أيضا من ضمن المقترحات أيضا تشكيل لجنة اتصال دولي للتعامل مع الأطراف السودانية لحل هذه الأزمة إذا أردنا أن نستبق الأحداث ونتحدث عن توقعاتك لاستجابة الأطراف السودانية لمثل هذه المخرجات أنا في تقديري سوف تتجاوب هذه تتجاوب هذه الأطراف مع هذه المخرجات لأنها الآن بعد أشهر ثلاثة من القتال الدموي لم يحسم طرف الصراع عسكريا وبالتالي هي الآن في مرحلة التطلب العودة إلى نوع من الحلول السياسية ويأتي موقف القاهرة الآن وعن عقاب هذه القمة بهذا المستوى الرفيع من القادة ورسالة العقومات ليقدم هذه الرؤية السياسية التي يمكن لو وظفت الأطراف المسترعة في السودان توظيفا حقيا انطلاقا من مصالح السودان وليس مصالح هذا الطرف وبالذات هذا الطرف أو ذاك وبالذات يعني أنا أتكلم بوضوح الميليشيا التي تحارب الجيش السوداني يجب عليها تتخلى عن عن مفهومها لحكم السوداني ثم محاولة فرد هيملتها على القرار السوداني هذا لا يجب أن يحدث فيه ورأينا عندما قامت ميليشيا في روسيا قبل فترة بالتمرد على الحكومة الروسية كان هناك موقف حاسم من أركاب الروسية الأمر الذي أدى إلى أنها تتخلى عن تمردها بعد ساعات من عنها تمرد لأن أي ميليشيا تتحرك بهذا التجاه لا نريد أن نقارن بين الوضع في السودان والوضع في روسيا ضيف الكريم ولكن ما يهم مصر باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية هي تنتهج نهجا واضحا ومحددا وهي الوقوف على الحياة من كافة الأطراف والبحث دائما عن حلول سلمية وسياسية للأزمات في المنطقة تحمي وتحفظ مقدرات الدول وسلامة شعوبها ضيف الكريم الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك